مشاهديا كرام مستمري معاكم في برنامج حديث المساء ولا تزال برامج دائرة الثقافة وفعالياتها في المنطقة الشرقية مستمرة والمقامة في المجالس الأدبية وقد شهد مجلس خرفكان الأدبي اليوم برنامج قراءات شعرية تفاصيل في التقرير الآتي نظمت إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية بخرفكان أمسية شعرية مميزة ضمن أجندة برامج المجالس الأدبية في المنطقة الشرقية تضمنت قراءات شعرية واستضافت فيها الشاعر فطيم الحرس بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين بالشعر والأدب وعدد من موظفي المؤسسات والدوائر الحكومية في المنطقة في بداية الجلسة أشارت الإعلامية مريم النغبي إلى أن مجلس خرفكان الأدبي يعد وجهة متميزة للشعر والشعراء ومنتدى يضم ويجمع محبي الأدبي والشعر الشعبي من كل مكان وأعربت الشاعر فطيم الحرس عن سعادتها وشكرها بالمشاركة بالجلسة الشعرية وللدور الكبير الذي تبذل إمارة الشعرقة في الثقافة بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشعرقة بالاهتمام الكبير بالشعر والشعراء قدمنا اليوم أمسية إن شاء الله أن الجمهور استمتع معنا تقديمنا كان شيء يريق بالمستمع طبعا القصايد كلها كانت يديدة أول مرة أعدها في أمسية وهذه أول مرة تكون لأمسية في خرفك مشكورين على هذه الاستضافة الطيبة استهلت الشاعر الجلسة بقصيدة أهدتها للقيادة الرشيدة إضافة إلى القصائد الغزلية المتنوعة وفي ختام الجلسة كرمت الشاعر فطيم الحرس بمنحها شهادة تكريمية تقديرا لمشاركتها الفاعلة في الجلسة الشعرية عودة لكم مشاهدين بعد هذا التقرير مستمري معاكم في برنامج حديث المساعد نتطرق اليوم إلى موضوع آخر وهو الشباب الذين أظهروا أنفسهم في العمل على المشروعات وريادة الأعمال بالمنطقة الشرقية وتمكنوا من منافسة الشركات الكبرى في مجال حمد واليوم لدينا نموذج شبابي في ريادة الأعمال راشد النقل وساك الله الخير حياك مساء النور يا أخوي أعطيك الصحة والعافية ومشكورين على هذه الاستضافة الجميلة وأشكركم جزيل الشكر حياك الله يا راشد ما شاء الله الروائح الجميلة هذه المشاهدين أرفوا اليوم مشروعنا عن العطوع نعم جميل حدثنا عن البداية وعن هذا المشروع البداية بدأتها مع نفسي حاولت أني أسوي لي شيء يكون مطقن وريحة جميلة جميلة من آراء الناس من آراء الناس كيف أخذ آراء الناس راشد في هذا المنتج؟ من طريقة التواصل الاجتماعي يعني كل ما أنزل مثلا منتج أجباري أخذ آراء الناس جميل أجباري أخذ آراء الناس قبل ما أستفيد من المنتج ما أفكر في الفائدة كثر ما أفكر كيف أخذ آراء الزبون ما بنتطرق إلى سر المهنة بشكل كبير ولكن بعض الأساسيات اللي يعتمد عليها راشد في هذا المشروع بعض الأساسيات أسستها يعني مع نفسي أنا حاولت أخلي الشيء لنفسي وأبدي بداية يعني جميلة مثل ما تقول جميل هل هناك شراكات يعتمد عليها راشد في هذا المشروع؟ لا مع نفسي في هذا المشروع؟ هي مع نفسي وبديت مع نفسي ومساعدة الأهل والأصدقاء والأخوان ما قصروا وقفوا معي في البداية الانطلاقة دائما يكون فيها صعوبة راشد كيف واجهتها وكيف تغلبت عليها؟ والله كل شيء في الحياة فيه صعوبة صحيح ولكن الواحد إذا ما يعني يكون عندك حاجز إذا أنت ما تعديت هذا الحاجز مستحيل أنك أنت توصل له هدف فأنا حطيت هدف وقلت أني إن شاء الله بإذن الله مع استمرارية الوقت أني أوصل له فشو ما كان؟ فعلا صحيح دائما مواجهة الصعوبات والتحديات هي بداية للنجاح هي نعم أغلب ردود الأفعال التي تتلقاها راشد في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أنت ما شاء الله أيضا ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي فسنتحدث عن هذا الجانب أيضا بشكل منفرد ولكن نتحدث عن ردود الأفعال التي تتلقاها من الناس الردود هي كثيرة متأكيد بين السلب والإيجاب هذا دائما أنت كيف تخلي مثلا تترك السلبي وتروح للإيجاب صحيح فأنت كيف بإمكانك أنت بنفسك كيف أنت تترك هذه الأشياء صحيح فالحمد لله تغلبت عليها الحمد لله مواقع التواصل الاجتماعي راشد ودعمها لهابه المشاعر اليوم ما شاء الله كثير من الشباب المبدعين مثلك أيضا راشد في مواقع التواصل الاجتماعي يطهرون مشاريعهم إلى الناس فكيف ترى اليوم أهمية وجود مواقع التواصل الاجتماعي لإبراز المشروعات والله الإبراز هو نوع يعني كان في داخلي ففكرت فيها يعني مثل ما قلت لك في البداية أنه كانت فكرة وحبيت أنقلها للخارج فهني حصلت صعوبات ويعني إذا هم الله الفخير والأخوان والأهل والأقارب دفعوني على هذا الشيء جميل فساعدوني بهذا الشيء جميل يعني كان هناك دعم أسري جميل حسابك في مواقع التواصل الاجتماعي أيضا يعني منظم بشكل كبير ومرتب هل هو تحت إدارتك شخصيا أم هناك فريق مختص؟ تحت إدارتي شخصيا يعني بعدني ما حطيت إدارة أعمال إدارة أعمال فإدارتي جميل هل أنت تعمت أن يكون الحساب بهذه الطريقة بهذا التنظيم؟ هي نعم بحيث أنه يعني فعلا أنه يرتاح اللي يدخل الحساب ويشوف المنتج هي نعم صممت في البداية اللوغو سويت مسميات سويت اللي هي البوكسات فحاولت أني أصور حتى مش بالتلفون الصورة تكون بالكاميرا فعلشان الحساب يكون بشكل مرتب يعني التصميم اللوغو عندك الأسم مجزاهم الله في خير يعني شاهدوا فالتصاميم هذي كلها بعد مكلفة صحيح ولكن تغلبت والحمد لله انجزت شيء فعلا هو مشروع بدعم خاص نعم جميل طيب أنواع الأطور اللي تقدمها راشد عندك هذا الأطر اللي هو زعفران ممتاز وعندك هذا حب مثل ما أنت شايف ممتاز ممتاز وعندك شيخ الشباب شيخ الشباب وعندنا مسبار في 20-22 نعم هذا الأسم طلعته في يوم انطلق مسبار العمل نعم في نفس اليوم كما نحن نفتح واحد بس فضلح هذي أوامر المنتج هو قال نفتح العطار لا لازم هذي العطور أحبكم أنتم هذا قبل ما أستفيد من المادية أخلي الشخص بنفسه يعملني الجرح بنشوف التصاميم تصميم العطر أيضا بشكل منظم ما شاء الله جميلة الريحة ما شاء الله هذي العطور المزيج ما بينهم الخلط اللي ما بينهم كيف يكون تركيب الزيوت تركيب الزيوت هي نعم بتعتمد على زيوت معينة هي نعم تعتمد على زيوت معينة فأنت كيف تختار الزيت هل هو أنه خفيف هل هو أنه ثقيل ما شاء الله لا تتعب نفسك راشد لا فعليا طيب أنت تسمي العطور تختار مسمياتها راشد هي نعم جميل هذا شكل مختلف هذا شكل غير طيب مسمياتها على أساس تعتمدها راشد على نوع الزيت على نوع الزيت مثل عندك الزعفران وعندك اللي هو مسبار 2020 وحب هذا يتوقع اخترت أو مسبار 2020 اخترته على موسم اللي هو كان فترة المسبار فالاسم دايما يعني قبل الغيحة فنحن يعني نمشى على الاسم قبل الحال جميل اشوف هذا طيب بصراحة راشد أسعارك في متناول الجميع هيا الحمد لله لك يا رب أسعاري طيبة فتكاليفي أنا ما أتكلم عن التكاليف كبداية ولكن الحمد لله الأسعار طيبة ويزار الله في خير الشيخ الدكتور سلطان القاسمي ما قصر أتاح لنا الفرصة وليلشباب فالحمد لله يعني مثل المحلات في السوق القديم كانت محلات جميلة صحيح فرحت واخترت لي محل فانتقلت للمحل ما شاء الله حاليا السوق أصبح في أزهى حلة حلة جميلة بهذه المحلات التراثية التراز القديم والجميل وكذلك هناك دعم مخصص لأصحاب المشاريع نعم فنشكر الشيخ والدي الدكتور سلطان على أتاح هذه الفرصة لي والشباب الله يطول فعلا كيف درست السوق راشد من ناحية الأسعار بتأكيد هناك دراسات يتطلبها المشروع فأيضا تدرس أسعار السوق والتنافسية التي تتواجد دائما في السوق كيف درست هذه الأسعار فأخوي قاعدت مع نفسي ففي البداية فيعني أشوف الكوينز اللي أنا سويت مثلا سعر الزيت سعر الغرشة سعر الغطاء سعر الطباعة وسعر هذا فأجمع هذه الأسعار مع بعضها فبالنهاية أنا أستفيد من العطر يعني مبلغ بسيط صحيح مبالغ رمزية بسيطة جميل طيب الصعوبات اللي واجهتها راشد من بداية مشروعك إلى الآن إلى الآن ما شاء الله أصبحت كما ذكرت في البداية كنت في البيت لأن تقلت موقع تواصل اجتماعي اليوم إلى أيضا محل متكامل فما هي الصعوبات اللي واجهتها والله في صعوبات كثيرة ولكن مثل ما خبرتك في البداية أني أتخطيت هالشيء الحمد لله أني أتخطيت وليوم قاعد أنا أبيع في محلي ومثل ما قلت لك نشكر والد الشيخ سلطان على أن تاح لنا الفرصة يعني صحيح أهمية اليوم أن الشاب ينطلق بمشروع الخاص راشد ويجازف مثل ما نقول نحن بمصطلحنا أنه يجازف بهذا المشروع وينطلق فيه حتى لو كان مشروع بسيط ولو كانت المادية بسيطة بس المهم أنه ينطلق في المشروع أهم شيء أن الإنسان أو الشاب الإماراتي إذا بيكون أو إلا بيروح مثلا بيفتح لمشروع فيدرس قبل ما يفتح يعني يدرس المشروع قبل ما يفتحه وفي نفس الوقت يخلي قلبه قوي صحيح هذه التجارة فأنت ممكن تخسر فيها فأنت ممكن تنجح فيها فأنت لازم تكون حاسب يعني حسابك بهذا بهذا الشي فالحمد لله قلت لك من الأخوان ولا أهل ولا أصدقاء ما قصروا صحيح يعني يعطوني دافع كبير علشان أني أنا أستمر يعني ما شاء الله الأهل كان دورهم كبير أيضا في أنهم يدعمونك في هذا المشروع خبرنا عن دور الأهل كيف كانوا معاك عراشد والله من ناحية يعني أنهم وقفوا وياي بوقفات مثلا أتواصل معهم الغرشة بهذه الطريقة الغطاء بهذه الطريقة ليش أبغي أقدم للزبون شيء طيب وشيء مناسب يناسب الجميع ما أبغي مثل ما قلت لك أن الأسعار آخر شيء أنا أخليها اليوم أنا أبغي أشوف المنتج أبغي الزبون يجرب المنتج قبل أن يشتري صحيح فهذه تهمني قبل السعر فأنا حتى دائما يوم أعلن في سنابي أو في الإستجرام أقول مثلا أقول اللي يبغي ياخذ العطر وما يدفع لي بيزات تكسب الزبون أكسب الزبون يعني خذ العطر أنت جربه بنفسك إذا ما أعجبك العطر إذا ما أعجبك العطر خذ العطر وارجع لك فلوسك جميل فأنا يعني هذه الثقة هذه الثقة هذه الثقة دائما يعني أرددها حتى قبل ما أنام قبل ما أروح مثلا لمكان أخليها في بالي جميل جدا طيب راشد اليوم ما شاء الله في أصحاب المشاريع وما شاء الله الشباب اللي عندهم هذه المشاريع أنت هل دخلت دورات مختصة في مثلا مثلا دراسة السوق دراسة المشاريع دراسة هذه الأنواع من المشاريع كذلك هناك دورات تقدم لأنك أنت تدرس نوعية الزبون اللي يجيلك المحل راحت في معهد في الفجيرة خطت نبذة يعني مش أني تعمقت في هذا الشي بس خطت نبذة كيف تركيب الزيوت كيف كذا كيف كذا فخطت الفكرة خطت الفكرة ورحت مع نفسي فخطت الزيوت من دبي وقعدت أخلط فقعدت أخلط وقعدت أعتق الزيوت مثلا أخليها لمدة تسبوع لمدة تسبوعين على أساس أنها تتعتق فالكحول يوم أصب مثلا أعيب الكحول وأصب مع الزيت فأجرب بالبخاخ العادي فكانت الريحة ما شاء الله تبارك الرحمن فبعت وكان فيه أقبال قبل يعني كان عندي أقبال كثير مثل ما قلت لك فالحل الحمد لله انتقلت لمراحل أكبر جميل طيب والمراحل القادمة إن شاء الله خطتك المستقبلية يا راشد إن شاء الله بإذن الله ينجح هذا المشروع إن شاء الله بإذن الله فيكون عندنا يعني أفكار يديدة مثل ما تقول بإذن الله كلمة أخيرة راشد توجهها للشباب أصحاب المشاريع يعني يظهروا بمشاريعهم ويتحدوا هذه الصعب أنصح كل شاب يقوي قلبه أول شي فلوسك ولا ميزانيتك لا تروح تعقها مثلا على أي شي شو مكان فمش خسارة أنك تعقها في تجارة فمش خسارة ليش أنت إذا عقيتك في تجارة بالعكس أنت بتكون ناجح ففي بعض من الشباب يعني مثلا ما يفكرون بهذا التفكير صحيح فأنا الحمد لله أني فكرت من من الصفر مثل ما تقول الحمد لله كل التوفيق لك راشد آمين يا رب العالمين وإشاء الله تلاقي خير في هذا المشروع آمين يا رب العالمين وإن يزاكا الله ألف خير وأشكركم على هذه الاستضافة الجميلة شكرا وأشكر تلفزيون الشرقية من مدينة كلبو شكرا لك راشد شكرا الله يخليك إذن مشاهدين كرام وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حديث المساء وأشوفكم إن شاء الله على خير مع السلامة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم